اشتركوا في القناة التي انشئ من اجرها الفريق الذي سيشارك في العديد من البطولات المختلفة والاستراتيجيات الخاصة بالفريق اضافة الى الخطط والتوجهات التي تعنى بالارتقاء بهذه اللعبة حول العالم باسم ميريدا البحرين في اكبر حملة ترويج للفريق البحريني وقد بارك حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى اشهر هذا الفريق الذي يعد الاول على مستوى منطقة الشرق الاوسط بقيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد ويضم مجموعة من الابطال العالميين المحترفين من ذوي الخبرة على مستوى هذه الرياضة وتمنى جلالته لهم كل التوفيق وعبر حفيده الله عن سروره بهذا اللقاء وقال جلالته اننا واثقون من ان هذا الفريق سوف يضع بصمته على الخريطة الرياضية كما شكرهم جلالته على اهتمامهم بمملكة البحرين وقال ان ما تقومون به من جهد طيب هو شيء عظيم في صالح مملكة البحرين باعتباركم شخصيات رياضية مرموقة من دول مهمة واثنى جلالة الملك المفدى على هذه الخطوة الموفقة من قبل اسمو الشيخ ناصر باشهر هذا الفريق والذي عكس اهتمام سموه بمختلف الرياضيات وتنويعها وتشجيع شباب البحرين على المشاركة فيها تعزيزا لدور المملكة وتواجدها على الخريطة الرياضية العالمية كما عرب جلالته عن شكره للرعاة الرسميين لفريق البحرين ميريدا للدرجات على تعاونهم المثمر لتحقيق كل التطلعات المنشودة متمنيا جلالته لسمو الشيخ ناصر وعطاء فريق البحرين ميريدا للدرجات كل التوفيق وشكرهم جلالته لتواجدهم في مملكة البحرين ترجمة نانسي قنقر 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 But just the idea of creating a cycling team, not just a normal cycling team, but a professional cycling that would join the Welcome Tour and not just be amongst the teams, but also to compete in the many big races, tours and classic races as well. So me and my colleagues over here Your Majesty are now here. This is Team Bahrain wyk viene and this is the core of the team. Those cyclists over there Your Majesty are the ones who are going to be cycling, competing and raising the flag all over the world. So we have high hopes for them. All of the team and management will be providing them everything they need and inshallah we will be participating in all of the UCI races. Last but not least, Your Majesty, I would like to thank our sponsors because we presented them the idea and they said okay and we went forward. If they declined, we would have just continued dreaming about this team, Your Majesty. Alhamdulillah, many thanks to them. They made our dream come true and it's all one effort, Allah tohu Amrik, that everything now, all what we see here is inshallah a way forward to success. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة